السلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف العاشر حياكم الله معكم أستاذ عبدالله إبراهيم من شرح كتاب دين كولتور بأهلات للجسل نبدأ معكم بمشيئة الله لما صفحة رقم 9 نبدأ بالاختصارات وكما في الكتاب هنا الاختصارات آس عليه السلام ببن أو بنتي بك بكنز انظروا ج جلد جل جل جلاله جل جلال الله شبرن اقلب أو ترجم ادتور تأليف هزر لين قم بالتحضير هزي هزرتي تأتي بمعنى حضرة كما في اللغة العربية مت ماد مب مليئتن بقال غ غ رضي الله عنه أو رضي الله عنها س صيفا بعدها س آ في صلى الله عليه وسلم وأخيرا نقول ت ب ب تركيا ديانات وقت وقت الديانة التركية هنا لدينا بعض المفاهيم أيضا التي ستمروا معنا كورم لار مفاهيم أسماء الحصنى تلاوة تلاوة قراءة قراءة دعاء ثوباء استغطار كل هذه الكلمات أساسها عربية تنتبه الله وإنسان إليشكسي أعلاق الإنسان بالله سبحانه وتعالى أولئاً لدينا حضرة لنحضر لدخول إلى الواحدة إنانcımız gündelik yaşantımız yaşantımızı etkiler mi هل يؤثر إيماننا بحياتنا اليومية Evrende gördüğümüz düzen sizce bir tasadüf mudur نظام الكاود الموجود هل هو تسادفي Allah'ın اسم ve sıfatlarından bildiklerinizi bildikleriniz hangilerdir ماذا تعرف عن صفات الله واسمائه ربيعان insanı değer canlılardan ayıran özellikler نلدر ما هي الخصائص التي تميز الانسان عن باقي الكائنات insanlar الله جل جلاله ile irtibatlarını hangi yollarla sağlar كيف يقوو الانسان او صحح ارتباطه بالله سبحانه وتعالى Allah'ın anzu ve insan عندما نقول هذا يؤمن بالله ضروري أن يكون هو insan جيد هل له تأذير سنرى انسان عن باقي الكائنات انسان عن باقي الكائنات التي تأتي في البداية أساسية الإيمان والإيمان بالله الله 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 اللّه جل جلاله إيمان اليمان في الله كمعنى ديني يأتي في رأس وبداية كل شيء وله قيمة كبيرا قرآن كريم يجا الله ايمان اتمنى قيمتين gerçekten مؤمiller kurtuluşة ermiştir اليمان بالله ورد في القرآن الكريم يدل هذا على أن اليمان بالله هو حقق للمؤمنين الخلاص آيتي لا از برشكل دلاء هكذا ورد في القرآن الكريم قرآن الكريم الله جل جلاله انجنون ميذة برن برآجا بنزتنشتر القرآن الكريم شبه اليمان بله كالشجرة التي تعطي الفواكه او التمار Bu ayette şöyle buyurulur الله'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü iman kötü kökü sabit dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman mayvesini verir. Bismillahirrahmanirrahim. Altyazı M.K. 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 M.K. Altyazı 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 M.K. هذا يعني أن الإيمان أثر بالإنسان من خلال الإحساس والمشاعر والتفكير والتصرفات إنسان بيك إعادة إعادة الأنحنًا ومعادة الكبير يرى السبب إعادة الأنحن ومعادة الأكبير وَيَتَسَرَّبْ وَيَعَرُضُ ذَلِكَ Bu durumu açıklayan birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. كثير من الْآيات والأحاديث تدلّ على هذه الحالة و هذا المطلق Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'ya inanan ve O'na karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseler şöyle anlatılır. في الْقُرْأَ الْكَرِيمِ يَتُمُّ الْإِخْبَارَ عَنَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهُ وَالَّذِينَ يَتْحَمَلُونَ الْمَسْئَلِيَةِ جَاهَهُ Onlar ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, üfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah'a da güzel davranışta bulunanları sever. في الْقُرْأَ الْاَيَةِ بِالْاَيَةِ وَالْاَيَةِ الْاَيَةِ لَتُخُونَ اَلَّذِينَ يُفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَرَّةِ وَالْكَادِمِينَ الْغَيْضُ وَالْعَفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ Bir başka ayette ise şöyle buyurulmaktadır. في الْاَيَةِ الْاَفْرَادَكَ اللّٰهُ سُبْحَانَ وَالْتَعَالَى İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya onların mukafatları Rabbileri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzüntüde çekmezler. الآية في صورة البقرة وَالْتَقُولُ فِمَا رَحْمَا رَحِيمَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنْ وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاءَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Hazreti Peygamber صلى الله عليه وسلم bir hadise şöyle buyurmuş وَالنَبِي صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ فِي اَحْلِ الْحَادِهِ إِنَّ أَنْ كَابِنِسَ كَانْ بِسَيْخٍ اِسْتَدِينَ مُوْمِنْ كَارِّسِيْخٍ إِسْتَمَدِكْتَ قَدْتَكْ اِيمَانٌ اِتْنِشْ قُلْمَزْ إذا في الحديث في الحديث الشريف يقول نبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى يحب لأخيه مَا يُحِبُّ لِنَفْسِنِي يَنَا بِي بَشْكَ هَدِسْتَ هَدِسْتَ دَ شَيْلَ بُيُرُرُ وَفِي اَحْدِثٍ آخر ايمان اتمتك جَنَّتَ 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 جِرَمَ جِرَمَزْتِنِز بِرْبِرِنِزِ سَوْمَدِكْشَ دَ ايمان etmiş olmazsanız الْحَدِثِ هُوَا لَن تَدْخُرُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا İslam'a göre insanın Allah'a Celle Celaluhu olan inancı dünyaya dünyaya bakışını dageçtirir بناءً على النظرة الإسلامية أو نظرة الإسلام الإيمان بالله يغير نظرة الإنسان في الدنيا أشياء طبيعة أشياء طبيعة وَجَامِلَرْ أُنُونَ جَزِنْدَ فَارْقُلُ بِيُدْ بُيُدْ قَزَنَرْ الْأَشْيَا وَالْطَبِيْعَةَ وَالْكَائِنَاتِ تأخذوا حجم أكبر أو مختلف في عين الإنسان كَإِنَةِ وَالْطَبِيْعَةَ وَالْطَبِيْعَ لِيُدْ لِيُدْعَ لِيُدْرِي كَائِنَةٍ كان بسيلا أفران أراصندا بيقنق هسدة الشخص المؤمن الذي يدرك أن الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات وخلق كل شيء يرى أنه سيكون علاقة بينه وبين الله وتكون علاقة أقوى كان بسيلا أفران دان بانسز أوراق بشنماز يعني لا يفكر أنه مستقل عن الطبيعة أو الكون أفران دان بانسز أوراق بشنماز الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يَجِدُ أَجُوبَةً لِكُلِّ الْأَسْئِلَى الَّذِي تَخُصُّهُ وَالَّذِي تَتَعَلَّقُ بَاقِهِ الْكَائِنَةً مُنْدُ قَدِيمِ الْزَمَانِ الإنسان سأل عن معنى الحياة وعن مكانه في هذا الوجود سأل بعض الأسئلة الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة